موسيقى الرئيس السيسي يواجه ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح محدود ومتوسط الدخل موسيقى تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن اعتراض طائرة مصيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيت موسيقى موسيقى إيطاليا تبدأ اليوم فرض إغلاق جديد ووزير الصحة يتوقع تراجع معدل الإصابات بفيروس كورونا موسيقى الخامسة صباحاً الثالثة بتوقيت جرينيتش مجاز إخباري جديد يأتي حضراتكم من القاهرة أهلاً بكم وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح محدود ومتوسط الدخل لدعم قدراتهم على تملك الوحدات السكنية من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى ثلاثين عاماً وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى ثلاثة بالمئة جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع محافظ البنك المركزي وعدد من مسؤول البنك حيث وجه الرئيس خلال الاجتماع بتطوير مشروع مجموعات الإدخار والإقراض والتي يستفيد منها قطاع عريض من السيدات وتعظيم موارده المالية لزيادة الأعداد المستفيدة منه في كل ربوع مصر أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض طائرة مصيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيت وأضاف أن الميليشيا تواصل محاولات استهداف المدنيين مؤكداً أن قواته تتخذ الإجراءات اللازمة لوقف الاعتداءات كما شدد التحالف على أن انتهاكات الميليشيا المتعمدة والممنهجة باتت تمثل جرائم حرب وأكد أن جميع إجراءاته متخذة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني اندلعت حرائق كبيرة وأصيب عدد من الأشخاص في إطرس إهدافات جديدة لحرقات نفط بدائية في ريف محافظة حلب شمال غربي سوريا وذكرت وسائل إعلام محلية أن قصفاً صاروخياً مجهول المصدر استهدف منطقة الحمران في ريف جرابلوس الجنوبي الغربي وقالت إن عدداً من الأشخاص أصيبوا بجروح قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن القمة التي عقدها مع زعماء الهند واليابان وأستراليا صارت بشكل جيد للغاية وفي تصريح للصحفيين في البيت الأبيض قال بايدن إن القمة تناولت العديد من الملفات الأمنية حيث تم الاتفاق على التصدي للتحديات في المحيطين الهادئ والهندي بشكل مشترك وانعقدت القمة الأولى للتحالف الذي يضم الولايات المتحدة والهند واليابان وأستراليا والذي أطلقت عليه وسائل الإعلام النيتو الأسيوي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين هاتفياً مع نظيره الفرنسي جون إيف لدغيان أسمة شرق المتوسط وأكد ضرورة إيجاد حل جذري لها وقالت وزارة الخارجية في بيان إن بلينكين ناقش هاتفياً مع نظيره الفرنسي المخاطر التي تشكلها الصين وروسيا واتفق على ضرورة تعزيز الشراكة عبر الأطلسية أدانت مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة إلى ميانمار بشدة ما وصفته بأنه حمام دم في البلاد بعد مقتل ثمانية عشر شخصاً في مظاهرات ضد السلطة الحاكمة وجاء في بيان للمبعوثة الأممية أن المجتمع الدولي وخصوصاً اللاعبين الإقليميين يجب أن يرص الصفوف للتضامن مع الشعب في ميانمار وتطلعاته الديمقراطية وأشارت المبعوثة الأممية إلى أنها تبلغت شخصياً بروايات مقلقة حول عمليات قتل وأعمال عنف ضد المتظاهرين وتعذيب للسجناء توقع وزير الصحة الإيطالية تراجع معدل الإصابات بفيروس كورونا مع بدء تطبيق الإغلاق بداية من اليوم لاثنين وكان رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي قد حذر من أن بلاده تواجه موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا وسط ارتفاع لعدد الحالات وأعلنت الحكومة الإيطالية عن خطة لتشديد القيود في معظم أنحاء البلاد شاهدين في النهاية نحيط علم سياداتكم بأن تردد أكسترانيوز الجديد هو 11.785 ومعدل ترميز 27.500 ومعامل الاستقطاب رأسي شكرا لكم